استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا عن إنجازات الحكومة في بناء الإنسان في ثماني سنوات منذ يوليو 2014 وحتى يونيو الجاري أكدت وزارة التخطيط هلالسعيد أن الدولة وجهت ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه من الموازنة العامة بمعدل نمو بلغ 187% منقارنة بالثماني سنوات التي سبقتها في قطعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والخدمات الثقافية خلال الثماني سنوات الماضية